السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم أعلن المحامي سامير ديلو أنه اليوم الخميس 7 أبريل 2020 في مقر الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني تم الاستماع للصحفية شهر زيد عكشة بخصوص 9 تدوينات اعتبر مضمونها من قبيل نشر أخبار زائفة وافتراءات بخصوص السيد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية من شأنها تعكير صفو نظام العام والمس بالأمن القومي الداخلي من شأنها تعكير صفو نظام العام والمس من الأمن القومي الداخلي والتحريض على إحداث البلبلة والفوضى والتمرد في صفوف قوة الأمن الداخلي ونسبة أمور غير صحيحة لإطارات أمنية دون الإدلاء بما يفيد صحة ذلك والإساءة إلى شخص السيد وزير الداخلية باستعمال عبارات ميسا من اعتباره وحضر معها الأستاذة أو الأساتذة وقد تم أعلمها باستدائها يوم 12 أفريل لإحالتها بحالة تقديم للنيابة العمومية جار زيد عكيشة ردت على هذا الموضوع وقالت الدولة اللي لهيت كابتر في تدوينات بعد 16 دقيقة من نشرها هذه دولة فاضية شغل وعادي يتفقد فيها السميد والفارينة لأن حكامها وزر أهلاهين يهسوا على الصحفيين والنشطة والسياسيين يطلعوا شحويجة من قبيل أمر موحش وكيف ما يلقاوش تولي ويشي كما صار معايا اليوم تقول زيدا أنه تنشر هكا مقال هبتتقبل في موقع سكوب أنفو وتقول قد يكون هذا المقال السبب الخفي لما يحدث معي من محاكمة وهرسلة وملاحقة وتقول والبقية تفاصيل وذر رميد على العيون شنو المقال هذية؟ المقال اصدر بتاريخ الخميس 17 مارس 22 بعنوان شرف الدين والترابلسية الجدد وقصة التموح المجنون تقول المقال هذية وهي كتبته تقول بعد انحسار نفوذ نديا كيشة مديرة الديوين الرئيسي قبيل استقالتها بضغط من إشراف شبيل عقيلة الرئيس قيس سعيد وأختها المحامية عادقة تعظم نفوذ وزير الداخلية توفيق شرف الدين العقد حديثا بإصرار من السيدتين الحاكمتين في قصر قرتاش التي كانت تريين في نديا كيشة سدا أمامهما في بسط النفوذ وفتح باب الحكم لتقول مصادر لسكوبانفو أن نديا كيشة كانت تطبق الحسارة على رئيس قيس سعيد ولم تكن تسمح بمرور أي شيء إليه دون رقابة منها وهو الذي كان قد منح ثقة عمياء جعلته يصدق قصة محاولة تسميمه بالظرف الذي قيل أنه يحتوي على مادة على مادة أريسين السيمة والذي لم تتقدم الأبحاث في شأنه وظلت في طي الكتمان الذي أحاط أيضا بقصة إدعاء محاولة تسميم ثانية بمادة الخبز الصراع بين النساء الثلاث وصل إلى أشده مما جعله يظهر في انقسام أنصار قيس سعيد الذين يقدمون أنفسهم كمجموعات متنظمة في إطار ما يسمى بالتنسيقية التي أصبح تعوض اليوم ميليشية الصياح وروابط حماية الثورة زمن حكم أترويكا ويظهر في تدوينة أغلبهم على الشبكات التواصل الاجتماعي بين مساند لجنيح عتقة وإشراف ومساند لجنيح نادية الذي كانت له الغلبة أعلميا في فترة ما على اعتبار أنه كان ممثل في إحدى القنوات التلفزيونية وهي قناة التاسعة عبر من يطلق على نفسه صفة الكرونيكور رياض إجراد لكينيا كيل السباب والتهديد لشرف الدين قبل أن ينقلب مناصرا له بعد استقالة مديرة الدوين الرئيسي طبعا هذا كل المقال اللي تعتبر شهرها زيدة حكيشة أنه سبب في التتبعات تحكي زيدة على حسم الصراع والنفوط قول أنه كواليس القصر أسرت بأنه شرف الدين العائد منذ أشهر لحكومة التدابير الاستثنائية والذي قالت مصادر دبلوماسية يعني قريبة أو مصادر قريبة عفوا منه أنه لم يتخلص بعد من المخلفات النفسية لعملية تنحيط حسم الصراع لصرح سيدتين شبيل التي انقدرت بمساعدته على دفع كيشة إلى الاستقال دفعا فلم تنسي له ذلك المعروف وكان جزاء الأحسان مثله بالمقابل ولم يعارضه أحد في استبعاد كل الإطارات والمديرين العامين في وزارة الداخلية اللي كنوا محسوبين على الإنسة كيشة عبر آلية التقاعد الوجوب وتعويضهم بموالين له دون أي اعتبار للكفاءة حسب مصادر نقبية أمنية تقول نفس المصادر أضافت وأن وزارة الداخلية قد جهدت منذ إذن إلى اليوم انخراما تاما بسبب غيب الاختصاص وعوض الأمن العمومي أو عوض الأمن العمومي رجالات الاستقبار والاستعلام في جهاز المخبرات المصالح الفنية والمصالح المختصة إذافة إلى انتداب مستشار لا علاقة له بالأمن القومي بل كان موظفا بنكيا تدخل في مصالح الأعلام بالوزارة وفي تعيينات وحتى في الخطط الأمنية بما أن المدير العام للأمن الوطني سيمي الهيشري لم يكن يعصي له أمر حتى في محال اختصاصه حتى أصبح الفشل والقمع يطغى على التعاطي الأمني اللي يصل حد وفاة المتظاهر في مسيرة 14 جنفي تعبيره على حد ما جاء في هذا المقال تقول ومع كل ما حدث ويحدث لم يكن رئيس الجمهورية يبدو على علم بما يحدث في وزارة الداخلية وكان يبدو خالي الذهن من الاعتقالي ضد المدونين بما فيهم عضاء التنسيقيات وتقول أن القضايا المرفوعة ضدهم باستعمال اسمه وتهم اتين أفعال محشى ضده الرئيس ما في بلوش بيها حسب تعبيرها تقول الاعتقالات باسم رئيس الجمهورية طالة المدونين ونشطة وحسب مراقبين ما كانتش تهدف إلا للتحميل الرئيس المسئولية بما أنه كان الوحيد المحتكل لسلطات بعد تجميد مجلس النواب وحل المجلس الأعلى للقضاء مما زاد في شحن رأي العام ضده لسهيما في وضع اقتصادي منهار سيمة غلاء الأسعار وفقدين المواد الأساسية وهو ما يضير في مظهر المحتكل للسلطات ولكن أيضا كعاجز عن تدبير الأمور للبلاد وتسييرها تقول في المقابل تواجدت صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي تروج لوزيرة داخلية وتلمع صورته حتى توترت أخبار عن تولي سلفته أخت زوجته لصناعة محتوى لتنصيع صورته ويشوى خصومه معارضيه ومنافسيه وعلى رأسي مالك الزي وزير شؤون الاجتماعية اللي نفسه في الطموح لخلافة نجلة بودان على رأس الحكومة لقناعة الأثنين إنه راحلة بشكون بإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع تحميلها مسئولية شروطه